اخبار الاقتصاد نقدمها لكم من قناة يامن شباب البداية بأبرز العنوين اللواء العراضة يضع حجر الاساس لاستكمال تنفيذ مطار مأرب والنقل تكشف عن خطة لتشغيل المطار ارتفاع واردات الغذاء الى الموانئ الخاضعة لميليشيا الحوثي بنسبة 85% وفي تعز حملة الكترونية تندد بغياب خدمة الكهرباء الحكومية اهلا بكم هددت شركة الخطوط اليمنية بإيقاف رحلاتها الى مطار صنعاء ردا على استمرار ميليشيا الحوثي في حجز ارصدة تقدر بملايين الدولارات قالت الشركة في بيان ان ميليشيا الحوثي تحتجز اكثر من 80 مليون دولار من ارصدتها منذ شهر مارس الماضي وطالبتها برفع قيودها على الحسابات والارصدة المالية التابعة لها في صنعاء واكدت شركة الخطوط ان حجز ارصدتها من قبل ميليشيا الحوثي يهدد بالتوقف الكلي لعملية التشغيل من مطار صنعاء وفق بيان للشركة فان الميليشيا تطالبها بفتح مطار صنعاء لكل الوجهات الدولية فيما تقول اليمنية ان هذا ليس من اختصاصها وانما من اختصاص جهات اخرى وضع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة حجر الاساس لاستكمال تنفيذ مشروع مطار مأرب الدولي وشدد عضو مجلس القيادة على سرعة استكمال الاعمال المتبقية لهذا المطار الحيوي والمهم الذي يأتي في مرحلة مهمة وصعبة وبحسب اللواء العرادة فان السعودية تبرعت بقيمة انشاء مدرج المطار وتمويل وانشاء المطار الرئيسي من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن طيار صالح سليم بن نهيد ان مطار مأرب سيكون اضافة نوعية للمنطقة الشرقية بشكل عام وسيمثل بوابة مهمة في حياة محافظة مأرب والمحافظات المحاذية نضح حجر الاساس لاستكمال اجراءات الاعمال الانشائية والاحتياجات اللازم لاستكمالها في مطار مأرب الدولي ووفقا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير النقل وكذلك جهد رئيس الهيئة العامة المباشر في هذا المشروع الهام والحيوي لا شك ان الجميع يدرك ان اهمية المطار من الناحية الخدمية من الناحية الانسانية من الناحية التنموية والربط بالعالم في الجانب السياحي في الجانب التقافي المطار له اهمية كبرى خاصة ومأرب اليوم تحتضن ملايين من البشر من عدد من المحافظات اضافة الى انه خدمة وطنية وليس لمحافظة فهو يخدم الجمهورية اليمنية كحال بقية المطارات الرئيسية في الجمهورية هذا المطار سيكون بوابة مهمة في حياة المنطقة ليس مارب ولكن حتى المحافظات المحادية ويحظى هذا المطار بموقع من الجوانب الفنية موقع يعني يحظى بامتياز في خصائص المطارات من حيث قابليته للتشغيل السليم والضمان السلامة والجانب الاقتصادي التشغيل التجاري المثمر من حيث ارتفاعات عن سطح البحر وطول الممرات والتجهيزات الفنية التي سوف تتم في الفترة اللاحقة وكان نائب وزير النقل ناصر شريف كشف عن خطة لوزارة النقل لتشغيل مطار مأرب لاستقبال رحلات المنظمات الدولية والإنسانية كمرحلة أولى وقال شريف في تصريح صحفيا آن الأوان للبدء بتفعيل حركة السفر من وإلى مطار مأرب الدولي لاستقبال رحلات المنظمات الدولية والإنسانية وضف أن المرحلة الثانية من الخطة تقضي بتشغيل الرحلات التجارية عند استكمال بقية المرافق والتجهيزات الخاصة بمطار مأرب وكان عضو مجلس القيادة الرئاسية لواء سلطان العراضة قد أكد في تصريح الأربعاء الماضي على جهزية مطار مأرب لاستقبال العمليات والمساعدات الإنسانية التي ستقدمها المنظمات الأممية والدولية كشف تقرير أممي أن حجم الواردات الغذائية عبر الموانئ الخاضعة لميليشيا الحثي تعادل أكثر من ضعف المواد الواصلة إلى الموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة خلال أغسطس الماضي وطبقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فإن حجم الواردات الغذائية عبر موانئ الحديدة والصليف على البحر الأحمر الخاضعة للميليشيا بلغت أكثر من 343 ألف طن متري وأوضحت أن الموانئ عدن والمكلة البحرية والمنافذ البرية في شحن والوديعة الواقعة تحت سيطرة الحكومة استقبلت أكثر من 234 ألف طن منذ انقلابهم المشؤوم في الواحد والعشرين من سبتمبر استولة الميليشية على كافة مؤسسات الدولة وأموالها كما عملوا على الاستيلاء على مختلف القطاعات الاقتصادية ونهب مئات الشركات العامة والخاصة والاستيلاء عليها من خلال ما سمي بالحارس القضائي وبوسائل أخرى المزيد في التقرير التالي يتصاعد الصخط الشعبي في صنعاء والمحافظات المنكوبة بالانقلاب الحوثي جراء ترد الوضع المعيشي ونهب الموارد أولا بأول إلى جيوب الحوثي وأسرته وبعض الأسر السلالية التي باتت غارقة في الثروات والعقارات والشركات المستحدثة من المال العام والأموال المنهوبة الذي أثار موجة استياء شعبية عبر عنها عشرات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي كمثال صارخ على أكاذيب الميليشيا التي لا تنقطع في مقابل تنامي السخط الشعبي إصرار من قبل زعيم التمرد وقيادات العصابة على الكذب دون ملل أو شعور بالخجل في استهتار حوثي فجج بالشعب اليمنية زعيم التمرد خرج بخطاب متناقضا مستنكرا أن يعبر اليمنيون عن رأيهم أو تذمرهم من الوضع مبررا بعدم وجود موارد ومحملا التحالف والشرعية المسئولية عن ترد الأوضاع في حرب أشعلها الحوثي وعصابته واستولوا على أكثر من سبعة مليارات دولار كانت الاحتياطية النقدية في البنك المركزي عام 2014 في ذلك العام وعقب انقلابهم المشؤوم في الحادي والعشرين من سبتمبر استولت الميليشيا على كافة مؤسسات الدولة وأموالها كما عملوا على الاستيلاء على مختلف القطاعات الاقتصادية ونهب مئات الشركات العامة والخاصة والاستيلاء عليها من خلال ما سمي بالحارس القضائي وبوسائل أخرى وطوال تسع سنوات تدهورت أوضاع ملايين الملايين وتفشى الفقر على نحو غير مسبوق فيما أكدت تقارير أممية ومحلية استمرار تدفق مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية إلى خزائن الحوثية وأسرته وعصابته السلالية من عدة مصادر إيرادية وضعت الميليشيا يدها عليها من بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء وقطاع الاتصالات والنفط والغاز ومختلف القطاعات الأخرى بالإضافة إلى الجبايات والإهتاوات والجمالك والضرائب المضاعفة ونهب أموال وممتلكات عشرات الآلاف من التجار والمواطنين التقارير تؤكد أن إيرادات ميناء الحديدة وحدها تغطي رواتب الموظفين بشكل كامل غير أن عصابة النهب الحوثية مصرة على استثمار هذه القضية للحصول على أموال من طرف آخر والتحكم بالرواتب لنهب معظمها بحسب ما أكدته قيادات سابقة في الميليشيا وبرلمانيون في صنعاء أظهرت وثائق رسمية جانبا من فساد برنامج الغذاء العالمي في اليمن وتربحه بمضاعفة نفقات أنشطته على حساب الأزمة الإنسانية في البلاد في هذا الشأن طلب برنامج الغذاء العالمي 20 مليون دولار مقابل نقل شحنة قمح من بولندا إلى اليمن يبلغ حجمها 40 ألف طن في وقت تؤكد المعلومات أن قيمة القمح لا تتجاوز 12 مليون دولار وكانت الحكومة قد قرت بعجزها عن توفير تكاليف نقل شحنة القمح وطلبت من الغذاء العالمي استلام وتوزيع الشحنة والذي بدوره رد بالاعتذار نظرا للفجوة التمويلية التي تواجهه اعتبر مراقبون هذا الإجراء من جانب برنامج الغذاء العالمي جزءا من كل الفساد الذي تمارسه المنظمات التابعة للأمم المتحدة في اليمن منذ سنوات ولحقا كشف مصدر مطلع عن تخلي الحكومة عن شحنة القمح لصالح رجل الأعمال حسن عبدوجيد الذي اشترط الحصول على 50% من المنحة لصالحه مقابل نقلها على سعيد متصل كشف مصدر مطلع عن تفاصيل صفقة فساد تخلت بمنجبها الحكومة اليمنية عن شحنة قمح قيمتها أكثر من 6 مليار ريال يمني لصالح تاجر وبحسب المصدر فإن صفقة فساد ارتكبت الحكومة تخلت بمنجبها عن شحنة قمح بقيمة تتجاوز 4 ملايين ونصف مليون دولار مقابل نقل الشحنة المقدمة كمنحة من الحكومة البولندية تقدر بنحو 40 ألف طن من القمح ووفق المصدر فإن الحكومة البولندية قدمت منحة تقدر بـ 40 ألف طن من القمح للشعب اليمني على أن تقوم الحكومة اليمنية بنقل الكمية إلى الموانئ اليمنية وكان البرلماني علي عشال قد ثار موضوع المنحة وقال إن الحكومة تنازلت عن 20 ألف طن من القمح لصالح تاجر مقابل نقلها إلى اليمن بدل أن تقوم بتوفير تكاليف النقل المقدرة بـ 2 مليون دولار فقط وأشار المصدر إلى أن الحكومة تفاوضت مع رجل الأعمال حسن عبدوجيد الذي اشترط الحصول على 50% من المنحة لصالحه مقابل نقلها يواصل ناشطون حملة إلكترونية منذ أسابيع ضد استغلال تجار الكهرباء للمواطنين ومطالبين بعودة الكهرباء الحكومية لمدينة تعز وندد الناشطون باستغلال تجار الكهرباء للمواطنين وتجاهل السلطة المحلية لمعاناة السكان وعدم قيامها بواجبها بتوفير الكهرباء الحكومية وتشغيل محطة عصيفرة ومنذ تسع سنوات وحتى اليوم تغيب خدمة الكهرباء الحكومية عن مدينة تعز وتحضر الكهرباء التجارية مرتفعة التكاليف كبديل عنها في ظل غياب أي مساع من قبل قيادة الحكومة أو السلطة المحلية لإعادة الخدمة للمدينة ولو بشكل جزئي وشكى مستهلك الكهرباء التجارية بمدينة تعز من استمرار ارتفاع تعرفة الخدمة التي تقدمها الشركات الخاصة والمقدرة بـ 1100 ريال للكيلو وات الواحد رغم توجيهات سابقة لمحافظ المحافظة والمؤسسة العامة للكهرباء والتي قضت بتحديد سعر 611 ريال كقيمة رسمية للخدمة غير أن المستهلكين يشكون مخالفة الشركات وتمارس الشركات التجارية لتوليد الطاقة الكهربائية ابتزازاً مستمراً على المستهلكين بسبب غياب البدائل والرقابة والضبط الحكومي دخلت خدمة الكهرباء في محافظة المهرة في انقطاع شبه تام بسبب توقف التموين اليومي للمواد البترولية للسوق المحلية ومؤسسة الكهرباء وفادت المؤسسة العامة للكهرباء بالمهرة بتوقف عمليات التموين اليومي للمواد البترولية للسوق المحلية والمؤسسة العامة للكهرباء نظراً لتوقف الحركة المالية مع البنك المركزي فرع المهرة بسبب إغلاقه لأكثر من أسبوع وقال البيان إن استئناف العمل في محطات الكهرباء سيتم مباشرة عند عودة العمل المالي مع البنك المركزي فرع المهرة من جهته أكد اتحاد مقاولي محافظة المهرة مواصلة اعتصامه السلمي وتمسكه بمطالبه المقدمة للسلطة المحلية بصرف مستحقات المقاولين دخلت احتجاجات لاتحاد المقاولين في محافظة المهرة أسبوعها الثالث للمطالبة بحقوق مالية متأخرة لصالح المقاولين وأكد الاتحاد في بيان مواصلة اعتصامه السلمي أمام مقر البنك المركزي في مدينة الغيضة في إطار مطالبه للسلطة المحلية بصرف مستحقاته يتزمن هذا التأكيد وسط أجواء من التوتر شهدتها مدينة الغيضة خلال الساعات الماضية بعد استقدام تعزيزات أمنية وعسكرية وجه بها المحافظ محمد علي ياسر لفض اعتصام المقاولين بالقوة وكانت وساطة محلية قادة العميد علي عمر مولى الدويلة مدير الأمن السياسي نجح في نزع فتيل التوتر وعودة القوات إلى ثكناتها وقال الاتحاد إن اعتصامه المفتوح لا يعترض على صرف المرتبات والحوافز والميزانيات التشغيلية للمرافق العامة وتم وضع آلية مناسبة لعملية صرفها تحت إشراف لجنة مشتركة من الوساطة واتحاد المقاولين وإدارة البنك أن الممارسات التحصفية التي تنتهجها قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة في حق مقاولي وعدم الاستجابة لمطالبهم ومتابعاتهم المستمرة منذ أكثر من عربع سنوات لتبرهن بما لا يدع الشك ومجال الشك على حزم الاستخفاف والاستهتار من قبل السلطة بحقوق هذه الشريعة من مواطني محافظة المهرة وتجاهل المعانات وما تكبدوا من خصائر فادحة نتيجة لذلك في طل الهبوط المتواصل في صعر العملة المحلية الأمر الذي حتم علينا التحرك لأن تزاح حقنا وعدم الخضوع والسقوط عن طول ملواقع علينا ولازمنا في هذا المكان حتى يتم صرم استحكاتنا المالية لدى الدولة كاملة مكملة ولهذا نطالب ونناجد السلطة العليا في عدن إلى تدخل بتوقيف هذه التصرفات الخاطئة التي تتصرف بها السلطة المحلية محافظة المهرة ونحن رجال الأعمال والمستثمرين والمقاولين الذين نبني التروى والتنمية في المحافظة محرومين من حقوقنا الشخصية نفذ عمال معمل تعزل التبريد وقفة احتجاجية للمطالبة بضبط مصلحين اعتدوا على مصنع التكامل بالرصاص وتقديمهم للعدالة ورفع العمال لافتات تستنكر استهداف المستثمرين والقطاع الخاص مؤكدين بأن ذلك يعد استهدافاً للاقتصاد الوطني وذكر العمال أن مسلحين أطلقوا النار على القسم الخاص بالمولدات واخترقت إحدى الرصاص خزان الوقود ما أدى إلى تسرب الوقود بشكل كامل ولو لا لطف الله لا احترق المصنع بالكامل وأشار العمال إلى أن استهداف المصنع استهداف لحياتهم وقوة أبنائهم حيث وأن عشرات العمال تعتمد أسرهم على الدخل الذي يلاقونه من المصنع اليوم نقف وقفة احتجاجية على ساحة شركة تعز التبريل وحظ الأسماك حيث فوقينا يوم الخميس الموافق 29.9.2023 بإطلاق الرصاص على الشركة مما أحدث الفزع والخوف لدى عمال الشركة وإصابة غرفة المولدات وخزان الديزل بإصاباتهم ومما أدى إلى الخوف والفزع لدى القميع ولو لا لطف الله لحدث حريق هائل احتفل المعهد التقني والصناعي الواقع بمنطقة دبع الداخل بمدرية الشمياتين جنوب تعز احتفل بتخريج مائة وخمسة طلاب من أقسامه المختلفة الدفعة التي سميت بدفعة سبتمبر رسالة حياه شهدت حفاوة من الجماهر الغفيرة التي شركتهم الاحتفال وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والخطابية التي تعزز قيم الولاء للوطن وتدفع اليمنيين للتمسك بمكتسبات الثورة اليمنية وقال مدير المعهد عبدالإله السلام إن المعهد معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني لكنه لا يحظى بأي اهتمام وطلب الجهة المعنية بتوفير ميزانية تشغيلية وكادر تعليمي وإداري للمعهد تخرج من المعهد حتى الآن في الدفعة الأولى 58 طالب وطالبة وفي هذه الدفعة اليوم التي نحضر حفلها دفعة سبتمبر رسالة حياة وهي إشارة للعمل والعلم التي قاعدت من أجله سبتمبر الثورة سبتمبر التاريخ سبتمبر المجيد هذه الثورة الخالدة التي أراد الآخرون طيها والتآمر عليها لكن هيهات هيهات فسبتمبر باقي ببقاء هذه الأجيال في هذا الوطن المكلوم شيع بالعاصمة صنعاء يوم الجمعة جثمان رجل الأعمال محمد حسن الكبوس الذي توفي الأربعاء في مقر إقامته بالأردن بعد معاناة مع المرض والكبوس هو مؤسس مجموعة الكبوس التجارية والصناعية والتي تنتج شايا وقهوة الكبوس حيث تشير المعلومات لأن الكبوس بدأ مسيرته التجارية عام 1938 بمحل تجاري في سوق الملح بصنعاء وأنشى الكبوس أول مصنع في اليمن لتحميص وطحن البن بالمكائن الحديثة وتم افتتاحه عام 1951 شاهدين قبل الختام نتابع أسعار صرف الريال اليمنى أمام العملات الأجنبية في تعاملات اليوم السبت ترجمة نانسي قنقر وصلنا إلى ختام أخبار الاقتصاد إلى اللقاء